موسيقى ما رضاء الله إلا برضاء الوليدين مساء الخير مساء النور تحية رياضية لأحلى مشاهدين الليلة الاثنين سبع وعشرين نوفمبر الفين وكاف وعشرين موعد الجيد مع برنامج ملعب النجوم في موسم الرياضي السابع على القناة الفضائية تونسنا قبل ما رحب السيدة الذيوف الكرام تخليكم نشوفو شنو يسنيكم في سهرية الليلة من خلال السومير ونرجو نتوكلو على ربي مرحبا بكم في حلقة جيدة من برنامجكم الرياضي ملعب النجوم وين بشتسروا معنا ليلة من خلال هذه المواضيع والفقارات بعد كلمة حرة عودة للمباراة القرية بين تراجي رياضي تونسي والنجم الصحلي عودة للمباراة كأس الكاف بين النيدي الافريقي وفريق دريمز الغاني ما حقيقت مساندة ودعم وزير الشباب والرياضة كاميل ديكيش لجامعة وصف جليل وتجيحها على الترشح الانتخابات مارس ٢٠٤٤ إربح مع البرومسبور وفلوس البرومسبور وقراءة في القصاصة العالمية عدد ٥٣٨ تكريم خاص للحكم الدولي السبق والمحاذر الدولي الحالي نيجي الجويني كاميرا البرنامج تزور اللاعب الدولي السبق لمستقبل المرسى الهيدي الدويري تكريم للحارس الأسطورة للنيدي الافريقي مختار النيلي تكريم خاص للاعب القرن تارق ذيب من خلال ربريك نجوم في القلب ملف خاص بالنيدي الرياضي لحمام لمف عودة المباريات الجولة الرابعة من مرحلة الإياب في البطولة التونسية فلاش بك على كواليس كأس العالم للمواي تاي الذي احتضنته القاعة الرياضية بالمنستير ونكمل سهرتنا مع ربريك جانجل مع سبورتك فقرة الربح والكادويت كل أسبوع متابعة طيبة لأحلى مشاهدين للحديث في كل هذه المواضيع وهذه الفقرات سعيد جدا باستيضاف الضيوف الكرام الضيوف الأعزاء بالحق فرحان برشا ليلى بش يكونوا معي أقطاب في كورة خدمة تونسية ناس عطاو برشا لي كورة خدمة تونسية كلهم في ميدانه وتحديدا نحكي على راجل أنا شخصيا نحب برشا نقدر برشا راجل مفخرة من مفخر التحكيم التونسي التحكيم العربي التحكيم الافريقي وحتى التحكيم العالمي يكفي بش نقوله سيناجي جويني سيناجي جويني اللي تحرمنا منه في قرد قدمة تونسية اللي ما بالحق التحكيم التونسي ما استفادش منه بعد تتزاله مقابل استفادة كبيرة برشا الأشخاء القطريين من خدمات وكفاءة سيناجي جويني اللي غاب برشا على المنابر الأعالمية اليوم ساعد جدا باستيضافة خنقولها على مسؤولتي العملاق ناجي جويني وأقل حاجة نجم نعملها هو استقبال ضيفي باقة ورد أقعد على البلاسك سيناجي ميسيش منتعبكش هذي باقة ورد سيناجي جويني جنبوسك على المباشر نورتني بحضورك سيناجي فرحان برشا بوجودك معايا وإن شاء الله عنا برشا منحكي وقالي له نفس السعادة تغمرني من خلال استضافة أحد كبار حراس المرمى في تونس أحد أبناء النادي الإفريقي لأعطاء برشا لكورت القدمة التونسية حارس متميز حارس كان ما نقول مفاشا أعطاء درس في مونديال أرجنتين 1978 حارس كبير حارس قهرة بولونيا المكسيك الألمان حارس بقطع النظر على الإمكانيات الكبيرة عنده حارس مطربي برشا حارس خلوق برشا مر في الأشهر الفارتة بصعوبات صحية اليوم سعيد جدا باستضافة الحارس التاريخي لكورت قدمة تونسية مختارنيني على غراسي ناجي باقة ورد هدية رمزية من فريق برنامج ملعب النجوم السي مختارنيني لطف عليك ربي يشفيك وأكيد عنا ما نحكيه برشا مع الكبير مختارنيني نورتني بحضورك كيف كيف ساعد جدا قبل ما نرجع ناخو بلاسي صديقي سي سالح الثابتي نورتني بحضورك مرحبا بيك مرحبا يا صاحبي مرحبا بالحضور وطرحاب خاص بسي ناجي وسي مختار شرفتونا سي حزوز من أخطاب الرياضة التونسية كل واحد في ميدانو لكي لسعرية طيبة الأعلامي القادير سامي العكري من نورتي بحضورك اليوم أريير جوش اليوم دخلتك بيفو والسرعة في التشكيلة مرحبا بيك سابي أنا في حياتي أهلا بيك ساعة وأهلا بالضيوف ونتشرفوا لكونوا بحدنا هنا أنا في حياتي المهنية دائما كنت محاصر لكن المحاصر هذه ولد كبيرة ياسر معناتها مختارنين لعلمي معناتها العيساري مكرم اللقاء معلمين وزيد سي ناجي جويني قدامي ما نعرفش كل ناجي بنتكلم الليلة ممكن كان مش تكلم من زمنين هذا السبعة يلبك تالسبعة وكنت تتكلم سيابن العكريمي صديقي عربي سنجري مرحبا بيك نورتي بحضورك مرحبا بيك سي صاحبي مرحبا بيك بكل المشاهدين ملعب النجوم ومرحبا بسي ناجي جويني العملاق ناجي جويني والعملاق المختار النيلي و سي صاحبي إن شاء الله تعدى يعني حصة باهية خاصة الحصة تتعدى بالاثنين أحسن نهار العباد تتفرج فيه ونس كل وصووني وقالولي نالاثنين أحسن نهار محليك في القرية اليوم عربي سي صاحبي ما هو خليلي سي صاحبي يا كريمي نخدم خدمتي عايش خوية محليك خنعودها خوية خنعود ومحليك في القرية هو رو سي صاحبي القرية ذايا في الربط العربي كي ثنين يكتبوا صديق بول عروس يلبس بالقرية لأكثر لقاء ثم سر في هدايا نجي مع العربي أنا بالكرابة دونك كل لبس فيستا أخرى قالي بلاي عندي فيستا أخرى شخولت أما خير الفيستا الجرية ولا هذي فاي قتلوا أدخل بالقرية واذكرني مكر من لقاء من نورتني ومحليك في النوار مكر مرحبا بيك صاحبي مرحبا بالحضور سالعربي سيناجي لحقيقة شرفني برشة وأنه قعد واحد ما يجيش معنا ما كان شي نقول نهارب شو قعد هو سيناجي فرد ثلاثو كنا نتعلموا منه كنا يقري فينا كان حقيقة نيقضوا برشة بنصايحه كان صاحبي ما رفسي ناجي اللي يجي روتار بدقيقة يقولوا بره سكر الباب معناها اللعب لأ سي مختار كنا كنت نتفرج على ثمانية سعبعين في التلفزة أول مرة قابلوا معناها فرحان برشة مش قابلهم بس الصاحبي سي العربي لبست الكاميرايات مش نشوف البلنتيات بالقداليو ما قلتش حاجة لا 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 ما قلت شي ثبت ملي لا ثبت ما عني شوفها بالقدال خلنا قبل ما ندخله في رسميات مكرم اللقيم ونبعد كل واحد حر بكيفاش بش نحله انتي قاعد تلمى على مباراة الترجل وليتوال وانتي قاعد كيف كيف تلمى على مباراة الترجل وليتوال هوا بش نقول عالمباشر ماذا بينا فيك نف الاحترام لبعضنا بش نبدو واضحيا ما نخرجوش عالنص قاطر نعرف في الكوليس ما نحبش هنا يطرح عالمباشر كيفاش نحبش الكلام منتاع الكوليس ما نحبوش يتعاوص مباشر نحترمو الجمعية الكل ونحكيو بموضوعية وبمنطق ونحترمو بعض قطق العربي مكرم واضح مكرم واضح مغير متعلق نحب بش نحكيو كيف العادة سامي العكريمي على اخواتنا في فلسطين المعاناة الكبيرة قلوبنا مع اشقائنا في فلسطين شوفنا زال البارح مرة اخرى جمهور النادي الافريقي يصنع الحدث هو فيه كبير القضية للقضية الفلسطينية لكن اكبر حاجة عجبتني هو النجمة العربية لاعب الخلوق لاعب الكبير لكل خدم مصرية محمد ابو تريكا البارح اعطاه درس الخوانة للقضية الفلسطينية نسمى بعضنا محمد ابو تريكا شنو اقال ونرجو نحكي في البلاتون بيتو محمد ابو تريكا بالدكتور طارق الجراحمن نجد من الكرة الكويتية السوق محل القناة صار خير اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيه انتشونك لازم ترحب خاص صح اي طبعا اي طبعا بعمل ناس كبتون حمد ابو تريكا بعودته مرة اخرى اوشين يا مدن عن جمهور بيتو اللي اشتاقك لازم في الحضم يا رب نحفظك هذه أول حاجة حاجة ثانية وأنا صغير أخواتي في البيت كان يسموني المصري لأن أنا كنت أعلق في الفيستيشن زي الله يرحمه كثير حمد إمام فبقول هب ويا خفر أبيض ومش عارب إيش فنيابتنا المصريين لديك حاجة ثانية اللي اشتاءه لكم هل سلاميك السلام مش بخير طالما بغزة مش بخير خمسين يوم العالم المنافق ساكت صامت خمسين يوم عشرين ألف شهيد ماتوا خمسين يوم تمن تلاف طفل فلسطيني استشهد خمسين يوم عديد من الألاف النساء استشهدوا والعالم صمم بوكمون فهم لا يفقهون كشفناكم غزة كشفت الجميع غزة كشفت عورات وسوقات العالم العالم اللي يقول على نفسه حر حر إيه دي القضية الوحيدة اللي في العالم الحق واضح والباطل معروف إنما انتوا بتسكتوا عن الباطل وما بتنسروش الحق والله العظيم لا ننسر الحق حتى لو إيه فالتحيا فلسطين فالتحيا فلسطين فالتحيا فلسطين حسنا لتقبل الشهداء ونجمعنا معهم بإذن الله في جنات النعيم فالتحيا فلسطين درس كبير من النجم الكبير محمد أبو تريكا سينجي جويدي قبل كل شيء سنشكركم على الدعوة الكريمة سيس عبي والرحب بالأخوان الكرام الموجودين في البلاتو سيدة المشاهدين كذلك ونعتذر للأساد المشاهدين على الصوت وضع الصوت اللي هو بالطبع من مدة صغيرة إن شاء الله قاعد يتحسن من مدة لمدة إن شاء الله لطفة عليك في نفسك آي شكرا بيخليك بالنسبة لمحمد بودريقة هو معروف من زمن منه هو لعب يدافع على القضية العربية رقم واحد اللي هي القضية الفلسطينية محمد بودريقة اللي قالوا رأي كل الشعوب العربية وفات الشعوب العربية وصل حد الشعوب الغربية وشعوب العالم بودريقة مش غريب على بودريقة وإن شاء الله اللي قالوا بودريقة يكون رسالة للجميع مش يتشجعوا ويعطيوا رأيهم ويكونوا هما السند الأول للقضية الفلسطينية وبأخص شعب غزة اللي قاد من خمسين يوم أكثر قاد يرى في النار وكلنا اللي قلوا هنال في الموت وفي النار إذن شكر خاص لمحمد بودريقة على رأيه اللي صرح به في قناة عالمية قناة بينسبور ونتمنى له بودريقة الصحة إن شاء الله والدعم إن شاء الله للقضية الفلسطينية سي مختار دليل تعليقك على الرسالة القوية اللي وجهها محمد بودريقة للخوانة للقضية الفلسطينية إن سحى التعبير والله بودريقة ما هوش غريب على المواقف المتاعه اللي خداهم معنا تتصور أنت خرج من مصر على خاطر عنده موقف خاص وتوى جد ظهر روحه اللي بخوا موقف من القضية من الفلسطين اللي تظهر معناها خداه منها درس لجماعة إسرائيل توى بالسلحة متاحهم وبالأمريكا والأزوربيا معها وكل شيء ما عملوا حتى شيء طوى قتلوا الناس هدموا الديار وكل شيء بالأخر ما عملوا حتى شيء ما عملوا حتى شيء ما عملوا حاجة الحاجة الحبيب يوصلوا لهم وما وصلوا لاشه إن شاء الله هذه إن شاء الله تكون لهم درس وبودريقة قلت لك كما لا هدمه إنسان عنده موقف من قبل دي ما عنده موقف ويقول كلمته ويشكر على هذاك كم منها كريمي تقلت الكلمة المناسبة صحبية أنت تكلمت على الخوانة أحب أن نذكر أنه القضية الفلسطينية في الأساس هي قضية خيانات من الأول من 48 إلى يومنا هذا هي قضية خيانات أنا نذكر قريت كتيب 120 ورقة متاع الكاتب الكبير اللي توا في الأكاديمية السكرتير الجنرال متاع الأكاديمية الفرنسية أمين معلوف كتب كتيب اسمه الحروب الصليبية النظرة العرب يحكي لك هو 120 صفحة متاع خيانات كيفاش العرب خسروا الأندلس خسرها مسألة خيانات قبل أن نجي هنا نكلمت قتلة مذبية معناتها اليوم ما تكونش ثم دخلة تكون ثم خرجة صدقني صدقني أني عاشت كل تحرير أسيرة ولا أسيرة فلسطيني مش عليها تونس هزتكم ديوم عفو برشا أمي العكريم يتأثر برشا هو يحكي على المظالم السارخة والجراء أما في حق الإنسانية لقاعدين يعانيوا منها إخواتنا في غزة مكرم اللقين صحبي مش غريب على أبو تريكا مش يعلم موقفه خاصة من اللي هو في قناة نجي من ترجع ليه بالمضرة لكي نتحدى وقال الموقف هذا اللي ملنجموش قولوها رؤساء وزعام موطن بزعام عرب رؤساء وملوك وأمراء عرب اللي خيروا صمت قدام الإبادة الجماعية اللي يتعرض له الشعب الفلسطيني واللي يتعرض له غزة تقولوا برافو بو تريكا واذا مش غريب عليها بصراح ثابتي صاحبي مش جديد على نجم بو تريكا نجم بو تريكا صاحب مواقف صاحب مبادة مش منطوى من قبل الحرب بتاع غزة من قديم الزمان ديما ثابت على مواقفه صاحبي ربما بو تريكا قال موقفه بكل الحرية ونعرف وضعية بو تريكا وما فهم من الناس اخرين قالوا مواقفهم وخذوا وعبروا عليها أما خلصوا الفاتورة عادة ملاعبية عرب جزيرية مغاربة خلصوا الفاتورة غالية على إثر تسريحاتهم مش نعتيك مثل صاحبي بيش تعرف قيمة المبدأ لأن كلها مسلة مبادة ومواقف أغلى رجل في العالم إلى الماس بعد مساند القضية الفلسطينية وخذوا موقف ضد قتل الأبرياء وضد الإبادة الجماعية قام العالم الكل والكيان السهيوني حتى كل الثقل المتاعه اليوم الرهو ضيف نتنياهو في إسرائيل ونتنياهو يدور به عمل ريفير قلب موقفه كمبلتما من لين كان مساند ولا مدعم للكيان السهيوني للكيان الغادر بيش تعرف اللي رأي ذيها قضية مبادئ قضية إنسانية بالدرجة الأولى مش قضية ونشوفه المسالح أغنى رجل في العالم يمتلك اللي ما يملكه حتى حد الأقمار السيناعي اللي تسايف في العالم على ملكه هو وشوفه كيفاش يردخ وتنازل على المبادئ متاعه ونساء روحه وشنوه بغير موقفه في بضعة أيام من هنا تفهم كل شيء كم أنا معاك أنت عارق سنجرية وليش قولك الساحبي رجل محترم ياسر ومواقفه من نور الدنيا كايا بوتريكا رجل متربي أنا نقول مسلم بأتم معنى الكلمة سيدة ذاك انشاء الله ربي بركلوا انشاء الله بصراحة الشعب الفلسطيني ربي معا لكن قاعدين نتوا نشوفه ببرشة معجزيات قاعدة تصير على الأراضي الفلسطينية انشاء الله ربي معاهم وإنشاء الله رب ينصرهم يع Napحض findings القرار الناس صمتين الناس قاعدين يتفرجوا ناس وكأن فلسطين اللي تعنيهم إن شاء الله ربي حسبهم الناس دوما اللي تنكروا وخانوا القضية الفلسطينية بالطول والعرض حب نحكي على رمز من رموز الأعلام الرياضي في تونس شخصية كبيرة شخصية اعطات برشة للأعلام المرئي للأعلام المسموعة للفن للسياسة الاقتصاد للسياحة الكل نحكي على المصور الفوتوغرافي الكبير الله يرحمه نعمه في البشير المنوبي اللي كانت ذكره وفاته وسط نهاية هذا الأسبوع الأسبوع المنخذي في برشة كلام وسنوني برشة مساجات برشة تليفونات يقول لك سيد بشير وما أدراك ما تفكروا حد في ذكره وفاته لا روسي بشير المنوبي الحبوه نقدروه أسطورة في تاريخ تونس كنقوله محمد القمودي نقوله بشير المنوبي كنقوله ناجي جويني يقوله بشير المنوبي كنقوله طهر الشاب يقوله بشير المنوبي برشة أسماء أخرى رو عملاق ومن نجموش ننسو سيد بشير المنوبي واللي اللي أعطاه لتونس بشير المنوبي الله يرحمه نعمه في ناجي أكيد عشت على أبداعات عدسة هنقول أمير أمير ومبراطور التصوير في تونس والعالم العربي كان فما شخص كان حضوره دائم في كل المحافل الرياضية على مستوى العالم هو بشير المنوبي الله يرحمه كنوا نشوفوه في لعب الأمبية كاس العالم في البطولات الدولية الكل وبرية تونس أنت الشخص كان يكون بالنسبة للعالم وبنسبة للمصورين التونسيين والعرب بشير المنوبي عنده النقطة بشير المنوبي كان وحنا نكون حكام في مباراية صعبة يجيب لك يطلع لنا بترعا يهدينا عالم بسيكولوجي كان كبير على الحكام كذلك الله يرحم سيبشير عنده كلمة عنده كلمة معروف بيها سيبش ترفع باو يغمي لا لا هي بيضة هي بيضة اتكمل معك انت هي بيضة السيحة صاحبي اللي تعكي فيه من كنحكيه في كل ميدان عنا الأساطير في السياسة في الرياضة في الميدان عنا أسطورة في التصوير اسمه بشير المنوبي ربي يرحمه نعمه بصراحة تاريخ كالتصويره كالشابول العزيز الغالي التاريخي لونك عنده هوية خاصة به معروف فترة في العالم فمشكون يعرف تونس بشير المنوبي وهديك أهم حاجة كي يلقيرا بشير المنوبي في التراع يعرف اللي تونس موجودة والسيدي جاء أمبرتان عربي عم بشير اللي يرحمه أنا خرطت عيه شوية واللبسة دي كمزات التوى لأنه حسني المنوبي ابنه التوى يعني محافظ عليها تحيي الحسني تحسن المنوبي وبكل صراحة أنا ريت يعني صديقي حسني فم أرشيف كبير تعسي بشير المنوبي كل صراحة إذا من نهار الدولة والسلطة الشراف تشوف الأرشيف هداي ونجموا يعملوا منه معرض ربما يشوفوا ناس دخلت لتونس وتصورت في تونس وما شايفوك الخيال سي محتار والله شي منوبي عندي معاها تاريخ أنا في الكاريري المتاعي في الكوب ديمونت الكوب ديمونت نلعبو ضد مكسيك طرعا شنو أسأل في أنا والجوار نتكلم واحد كل شي يعمل لي من تالي يعمل لي أهدى 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 را تفت نلقى بشير المنوبي فهمت معناها بشير المنوبي موجود في كل كبيرة وكل صغيرة من حاجات اللي نتفكرهم هو أعطاني ألبوم أعطاني ألبوم يتبع فيي من اللي أنا في الكادي تعديد كادي جينيور حتى لوصلت السينيور وكل مسور فيه اللي نتائم مسوره مع الجماعية كاملة متاه أسأل لا يرحمه أخوية وإنسان كبير أبن العكريم حاجة يزمن عرفوها زاد عباد بشير المنوبي وذلك اللي نحبه برشا خلاف الجانب التصويري وخلاف المرحة متاعه ودعابة متاعه كل هو قريب القلبي برشا لأنه من الرياضة اللي هي أحب الرياضة القلبي برشا يقولون لي أنا أحب الرياضة القلبي هي الملاك ما رأوا لا كرة القدم لا حتى تشايف الملاك ما شير المنوبي كان ملاك ما كان ملاك ما وعاصر الملاك مين الكبار ملاك مين الكبار في تونس مع المراد السادق نتاعر بالحسن إبراهيم المحواشي المناس لديكم كل ستي إجالما بوكسر معنا تا ستي إجالما ان سبورتيف موش مصور برك وفح خنكمل معك ما شنو تنجل تقول على سيد بشير سيد بشير المنوبي يا رحمه كان السافير التوانسة في التدارات العالمية كل كانت حتى القنوات الترفيزية تركز عليه أكثر مبارشة أعيبين وأكثر مبارشة ناس موجودة في الملعب أو في معنا هذا كان تونس معروفة في وقت موقع بشير المنوبي في كل تدار كورة بوكس أتيتزم سباحة تقام موجود الله يرحمه وإن شاء الله حسني يمشي على الخطانة الله يرحمه ونعمه وسيل بشير المنوبي وإن شاء الله ربي مثواه الجنة ويبقى اسم خالد في قلوب كله تونسة وإن شاء الله زادة ابنه حسني المنوبي هو أحسن خلف لأحسن سالف شاء الله ربي وفقه وربي طول عمره حسني ويكون ريفيرانس في الأعلام التونسي كيف ما كان بوه الله يرحمه ونعمه الأسبوع الفارد تفجعنا برشة سمعنا على لاعب تونسي كان يالعب في الاتحاد المنصيري كان يالعب في النادي الأفريقي طوى يحترف في فريق مصري تعرض لإصابة ارتجاج في المخ نحكي على سيف تقاة تفجعنا عليه برشة ذاك عليش مش ناخذه من خلال هذه المكالمة الهاتفية والده سي منصور تقاة نحب ونثمانو على ولدنا سيف تقاة سي منصور مسائل خير ومرحبا بيك في برنامج ملعب النجوه بربي الصوت مش هو شوف الأولاد كيفاش نكمل معاه ولا نعاود وناخذه سي منصور بربي شوف البلاسة باهي عريزوت عم زيا باهي نبقاو معاك تسمع فيه تسمع فيه سي منصور سي منصور نسمع فيه كنا سي ساحبي باه سي منصور لو كانت تمنا على الإصابة اللي تعرض لها الإصابة اللي سمعنا إصابة خطيرة ارتجاج في المخ تمنى على ولدك واللاعب التونسي ولدنا أحلى زيدا سيف تقاة برك الله وفيك سي ساحبي على أخلاقك ونشكر جميع الرياضين في كامتروب الجمهورية التونسية الاتحاد الألموناتيلي نادي الأفريقي نادي السفاقسي ولملعب التونسي كل الأحباء وأصدقاء سيف تقاوموا محبين الرياضة والرياضين الضاف سيف يطلع في بلاريتاي طلعه زميله باش ياخد الكورة طلع سيف الفوق له وضربه في بعضهم وزوز طاحوا أغمع عليهم من الاثنين شوية ارتجاج بسيط جمعية كبيرة ما شاء الله الاتحاد سكندري شيخ البلد أو سيد البلد يسميه في مصر هزوم مباشرة بسرعة في فايقة ياسر حسب حكالي ولدي وحكالي سيدة رئيس جمعية هزوم المستشفى عنهم في حوصات طبية كانوا في إغماق قعدوا تقريب ساعة أو ساعة ونصف في إغماق إغماق بسيط يتعرض له كل الرياضة حتى يتضرب أنت واحدة برأس بدماغ يدوخ مش خلي يطلعوا بقوتهم وتعرف سيف اندفاعي ومشاء الله عليه كي مبرشة جوالات في تونس مندف يلعب بالدفاع ما يحسبوه شكورة يلعب اللي روحه قام سيف هزوم المستشفى عملوا المسكانير جميع الفحوصات أعطاها تبيب 24 ساعة استراحة ارتاح برضاية الله ورضاية الوالدين وكما يقولون نقولوا واحنا نسألوا الله اللطف نسألوا الله اللطف وجاتوا باللطف وبرك الله فيه جميع الرياضيين وبرك الله فيه كنت ساحبي والحاضرين ويبقى سيف ابن المناسير ويلعب في جمعية كبيرة اتحاد سكندري وما أدعى يعطيك الصحة سيمانسور الحمد لله على اسلامة سيف تمنتنا عليه إن شاء الله لباس لذاك حد الباس وربي يفضلولك شكرا على هذا التوضيح سيمانسور تقا تحياتي لكل العائلة قبل ما نحكيه على مباراة الترجي والنجمة ساحل نحب بربي تصفيق على ذيوف الأعزاء أبطال تونس في الكيك بوكسينك وكيف كيف النجوم اللي تغلقوا في الدورة العالمية الأخيرة ذيوفي في البلاتو تصفيق عليهم ناس كل وأكيد بش نحكيه مع أبطالنا من بعد كذلك في آخر الحصة بش يكون معنا ريضا الهلالي المدير الفني للدورة العالمية الأخيرة اللي دارت في المونستير وشاهد التقلق برشا لاعبين شبان اتوانسة لكن في المقابل للأسف ربزي انوي وتعرض لإصابة خطيرة كان فرون دلولة هو اللي بش يكون الفائز لكن إصابة خطيرة يكسر في اليد شاء الله ربي يشفيه وشاء الله خيرها في غيرها بالنسبة للبطال العالم في بطوط العالم للمواي طاي رمزي تويو انصحها الاسم ما أنا مفهمتش لقب بالجداء المهم ربي ربي يشفيه رمزي عودة لمباراة الترجي واللي طوال قم بعد نرجو نحكيه مع زملنا في البلاتو نجح كل من ترجي رياضي تونسي ونجم رياضي سحلي في تقديم مباراة مشرفة جدا لسمعة كرة القدم التونسية من خلال المباراة القارية لحساب ربيط الأبطال الافريقية التي جمعتهما يوم السبت الفارض في ملعب المرحوم حمدي العقربي بيرادس فرغم أن أبناء المدرب تارق ثابت كانت لهم الكلمة الفصل في نهاية اللقاء بعد الانتصار بثنائية من إقدام لبرازيلي ساس والمدفع يسين مريح في ركلة جزر أبناء المدرب عيمد بن يونس قدموا مباراة بطولية وكادوا يصلون لمرمى الترجي في أكثر من مرة لو لا براعة وتألق الحارس الشاب أمن الله من ميش الذي خضع أول مباراة قرية رسمية في مسيرته الكراوية لكنه ظهر بين الأخشاب وكأنه صاحب مسيرة طويلة مع المسابقات القرية من جهة أبدع كذلك حارس لتوال الشاب رائد القزاح في تقديم مباراة كبيرة جعلت أحباء فريق جوهرة الساحل يطمأنون على مستقبل ناديهم في خطة حراسة المرمى الثابت والأكيد أن الترجي في نسخة طرق ثابت بدأ في العودة إلى عنفوانه وهو ما يضعف حظوظ الترجي في مسابقة أمجد الكؤوس القرية ويبقى النجم الساحلي مطالبا بالتدارك سريعا حتى تبقى حظوظه وفرة في المرور وتأهلي رفقة الترجي على رأس هذه المجموعة عربية سنجرية شنو اللي صنع الفارق لسالح الترجي أمام النجم الرياضي الساحلي في هذه المباراة القرية هو سي صاحبي مش منتفلسوش ياسي مش نستفهمنا هي ماتش شبي برشا صراحة ماتش من الزمن الجميل أنا نقول لك شو تلوه لربما كان النجم الرياضي الساحلي ما قصرش وكانت لعبة متوازية والنجم الساحلي كان قريب برشا بش يساجل هدف لكن ناوين صار ديفيرينسة يا صاحبي لأنه تحب ولا تكره أنت تشوف النجم الرياضي الساحلي تقريبا فريق محلي يعني أغلبية تلاعي به من البطولة التونسية ومفهم يعني ما عدا جاكم به بينما تشوف ترجي الرياضي الساحلي تلقى يعني عدة ملعبية وأنت محترفين ملعبية كاليتين لأنه تحب ولا تكره أنت تجي تشوف النجم الرياضي الساحلي ما تلقاش عندهم مرياح تقاش توقاي تقام ميش ساس بنعليه غشة يعني كاليتين تاع الملعبية خير ربما الشوط الثاني هو اللي خلق ديفيرينسة خاصة على المستوى البدني والكاليتين تاع الملعبية والخبرة متى ترجي في المسابقة هذين لكن مقابلة ممتازة من الطرفين كانت الأغلبية لترجي ربما لأنه بعمل الجمهور وعمل خبرة متى عدة لعبين أنا خبرة ترجي وعمل الجمهور وصنع فرق ترجي عندهم لعبية صغار محليين يعني وتحب ولا تكره نجم الرياضي الساحلي إن شاء الله النجم الساحلي يتطور بمقابلات الجاية لكن ترجي ماشية الحاجة اللي باها في ترجي ماشية في ثنية باها كل مقابلة قاعدة تقدم ترجي أنا نقول لك سنين إن شاء الله إن شاء الله المجموعة ذاية تكون ترجي ونجم الساحلي في الدوري الربع نهائي عربي كيف مكر كيف شفت المبارات لاي عقالس العربي رجالة تنصي فريق لاعبين مدنونوش تقارنوا بلاعبين نجم الساحلي نجم من نشاطروا الراي في حاجات صحيح لنجم الساحلي لعب بأجنبي بارك ترجي لعب بخمسة أجنب لعبين اللي كان يذكر فيهم كانوا نجم ويخرجوا وشاوتلوا الخاصين تلاذب ليش ترجي من نجمش سيطر برمير ميتان ومن نجمش ألعب من التوار دوزين ميتان لتوار هفوة دفاعية غلطة تسجل بها الترجي واستغل وذلك منها استغل الغلطة بتاع الغدابسي وسجل لكن اللي تورناجب بتاع الماتش صاحبي ضربة جزاء اليوم واحد بلايش نجم نرجع عني أما كتزفر لي ضربة جزاء كناتي زفارة الساحان بالمدن لا يزفرها لا يزفره لا يزفره تغير لي انتي وانا هلتت صغيرات جي انتي فتقيقتين يا أخو ابو انتو بعتلي بلنتي ما ثم ماش مور الموطح رغم ذاك النجم الساحلي قدم مقابل بطولية النجم الساحلي أه تقول لي خبرة أكثر جمعية متوجة في الأفريق في تونسي النجم الساحلي يعني خبرة عندها ما يكفيها من خبرة بتاع كؤوس أخرين اليوم عواما عاربي يحكي لكلام مباراة الخبرة عندك ترشي برابور عن النجم الساحلي شوف شوف كي تلقى انتي لايبين شبال ويقدري فيهم زي الجزيري وأطبا نجنيح فوات شتالي هذا ما نعم انت منحكيوش على الخبرة خبرة اللي ما نجمتش سيطرة على المقابلة في بلادي قدم جمهورك في برمير ميطان وكنت تنجم لولا تقلق الحارس مميش واللي مقابلة هذه الحقيقة اكتشفت حاجة راه وقت نحبه نكونه وصغار نكونه اليوم حارس الرجل هي تونسي وحارس النجم الساحلي قزاح أفضل ما فمه في المباراة موانا أخي ما فمه في المباراة الحكم أحصل ما فمه في المباراة هو الحراس بتعصو الجمعيات الحقيقة مستقبل كورت قدمة تونسية يا ربي بقى عليهم سطر ان شاء الله يتلهوا بهم وان شاء الله يحطوا رجليهم على القاعة ما يمكنهم مش الغرور مش النجموا فالمستقبل عنا قولها ينجموا وعنا صغار جوزوا قولها صغار في جمعية الكبار في مقابلة كمكة ويقوموا بمقابلة بوتولية برفوه لزوز حراس أما سيئة العربي صدقني رأي مقابلة هذه لا تقول لي لجوارة الكبار لجوارة صغار اشا عندك في التيران اللي توال لو كان اخذت حقها نأكد لك رأي المقابلة كانت غير النتيجة هذه لكن ما تسلس حسيتك برشة عودت برشة برات اللي توال اخذت حقي اللي توالك سرقت الترجل سجلت هدف مقابل سجلت شوف الهدف كان ينجم شوف حتى تبقى نظيروه كان ينجم التارجل صحبي تحكيلي كامل والترجل واللي توالك كانت نجم تارجل حتى بثنين بلايش تارجل الناس اللي تعرف الكورة تعرف اني واحد بلايش نجم معنا لعب معك دقيقة تسعين اكل عام بيلعبوا معنا في سوس التارجل التونسي خاصين لدقيقة تسعة وثمانين واحد بلايش بقدت بمجاح زبونتو دقيقة تسعين ربحي اما تتجي انتي واحد بلايش بيزيلو وصغيرات لوليد صغار بيزيلو مش مسلسين وتعطيهم بلانتي جايبها معاك في الساك قلت لك حمدي مده ما زفراش يحشب ساعف مجناح زفرها ما زفر زفرها كدوك سورة لا 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 لاني قلت لك حمدي مده ما واش حكام ساعف مده ما واش حكام رئيس نادي خلوه في بلد تقص عليها تتوجيها الحكاية تتوجيها اخذر لي افهم ببنى السطور حمدي مدهب الي هو رئيس جمعية ترجل تونسي قدرته قلت يحشب ماشي زفرها يعني عند المدهب ما يعملش اللعيب اللي يعملوا ربيطة هوا الحكام حسب ما يقولوا أحبات ترجي الحكام زادت غافلة على ورقة حمرة في دقيقة تسعي ما تعطينيش بلانتيه خلنالعب وعطيني في دقيقة تسعي زرق حمر شوف شوف النجب الساحلي صديق النجب الساحلي تسرق في مقابلته لكن مش أول مرة تسرق النجب الساحلي طول عمره الجامعية المظلمة لكن هذا ما يوقفناش عالخدمة نخدمه أولاد صغار والنجب الساحلي الممنوع من الانتداب واللي غارق في مشاكله المادية واللي غارق في كل يوم اختية وبصغار يعدي مقابلة كما هيك برافو برافو والمقابلة الحقيقة نحكيه طوو إجمالا نبعده على الواحد زود جامعيات من أحصل ما فاما في كورت خدمة تؤسية متعونا كورة وشبعنا كورة وشيخنا كورة وبرافو وذك عليش لجمعية هذي فرحانة وحتى الاتوال الخاصة وفرحانة بش نجيك سامير بش نجيك بش نجيك بش نجيك بش نسى لك أنا الساعة انتي قلت الخبرة وعمل جمهور صناع الفارق لصالح الترجي مكرب يقول لك النجم الساحلي تسرق في ردس قال تسرق في ردس وقال تلاثة بلايش شاشة وتلول والله يسي صحبي أنا نوفمبر الفين واثنين وعشرين مقابلة ترجي الأولى ترجي والنجم الساحلي نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين مقابلة الخامسة بين الترجي والنجم الساحلي نسمع في مقرم على أساس كونه يا مقرم لعبنا خمسة مقابلات فيعة ترجي ربحت في مرة وتعادلون في مرة لعمرها على أساس معنات هالنجم الساحلي بش تربح ترجي في خمسة مقابلات الخرنية ترجي ربحت أربعة مرات حكيم المنظومة المنظومة الفيزة تيش عنا فيها ومرة في الشامبيونسلي يعني طول عبنا خمسة مرات أخر مرة ترجي ربحت أربعة وتعادلين وينها ثلاثة منين جبتهم تونس كل تعرف شو تتين عاديين ويحبناش ويحبوش نتحب نذكرك لخمير يا ربحين المسهبين وظافركم بلانتينكم انتوما ولا تحب نذكر نحكيلك على وقت كح الصدق السلم يظفر بلانتين ولا نذكرك بالألماني ولا تحب نذكرك ونذكرك ونذكرك ولا تحب نذكرك من تسعة سنين تفكوا في الماتشوات نحبش تقولوك أنا خمسة ماتشوات كونني فيه كونك كنت تربح خمسة مقابلات الأخرانية ترجي ربحت فيها وتعادلتوا في واحدة ورحمة أمي انت مقدنة اللي انت قاعدين تفكوا في الماتشوات بتاعلي تحبوا انتوما اللي ذاية صح عليكم بتسيلش يجينها على تاق في المنظومة راي وتقعد الجيمة تاو هذي شامبيونز ليغ مش منظومة أظنك ما نجمش أظنك صديقي يا مك هذي يرى شامبيونز ليغ مش منظومة مش منظومة شامبيونز ليغ شامبيونز ليغ شامبيونز ليغ جاي بلانتيت فيها في الساك أخذونك شو هذي عتا حكم مخوة تراجي قطو جيب فينا في الساك شو شو أنا ليش بتسى التراجي أسمع لم تدور ليش التراجي هناك حكيه ولا ماتش انت حتيت على التراجي تو التراجي ما يحبوا لك ما انت حب تقنعني اللي تراجي واحدة بليش اللي تتوال بشتعادل واحد واحد وتربح ثنين بواحدة هكي الكاش نمشي وفثنية ذاك نمشي وفثنية هذي هذي يا صحبي يا صحبي كنت حط شوية فيديوهات ودخل اليوتيوب تحشم انتي توقع ستة ايام تخرج من ذلك سامي العكريمي ولا هتخرج نكمن مع سامي المباراتي دي هتحشم اني في بلاسك هيا مكرم 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 خطاب مكرم يا صبي مكرم مكرم في المباشر أنا مكرم طي ديكة مش بيناتية مش بيناتية ديكة زوز بيناتية ديكة سامي عكريمي خطاب وملاحدة عام مساء انا من منبر هذية تذكروا عندي عندي شر قلت انه كرت القدم التنسية قاعدة تتعافى من مؤشق ومن من معناتها من الحجج انه كرت القدم تنسية تتعافى انا عندي ثمانية سنين ما شفتش في البطولة التنسية مباراة كما مباراة نعت لحد اتنسى وش انه ثياء ثم شيء اخر زداء انه 1500 محب النادي الرياضي لنجم الرياضي الساحلي مسار حد شيء احنا نعرفوا قداش عدد المتفرجين والمحبين يجيوا المباراة حتى متاع جمعيتهم حتى متاع التارجي والنادي الفريخي والنجم الرياضي الساحلي يجيوا حارة احنا نعرفوا شو المنظومة المنظومة هذية يلا احيي اي حد اضرت بكرة القدم التنسية نعطيك مؤشر اخر ضربة الجزاء متاع التارجي مش ضربة الجزاء في فترة اخرى كان صارت هذيك مع حكم مصري ولا مع حكم من افغانستان تاقفوا المباراة وتولي ضرب بونيا وتولي واحد والبوليسية يجري ورا العباد واحد وكل صحيح ضرب الجزاء ضرب الجزاء جي الكرة الوية عجبني برشة عجبتني برشة المباراة وكلمتكم سيدة من المنبر هذية قلت لكم على انتانك الماناجير يعجبني ياسر ايماد بن يونس المفاجئة الكبرى اللي احدثها معنتها ايماد بن يونس واللي فاجت تارجي الرياضي وخليت تارجي الرياضي بشلقة لفيري تاب الروبير متاعه وخلى ثلاثين دقيقة عمره ما كانت تتصور كان يتصور لا تارق ثابت للمحابين حتى المعتنى المختصين في كرة القدم انه بش يلعب بضغط عالي بش يلعب بالبريسينج العالي هذك كان من المفروض كانوا يتصوروا وانا يلعب دل تارجي الرياضي في تونس امكانياته البشرية معناتها اقل من امكانيات البشرية بتاع التارجي الرياضي التونسي يقعلك الفئة ماتش داتانت يقعد يستنى ويلعب على الكونتر اتاك وهذك ما بين ضفرين معناتها اللوجيك متاع الكرة ملعبش كاي كايماد بن يونس بن يونس قلق التارجي بصفة غريبة كاد النجم الرياضي الساحلي ان يسجل في مناسبة ولا في زوز مناسبات وطارق ثابت قعد ثلاثين دقيقة بش يلقى الحلول للخطة متاع النجم الرياضي الساحلي وفي الاخر قال حلول لانه عنده امكانيات بشرية اكثر ونعطيك الدليل لامكانيات بشرية للتراجي انه بوجرة والوهابي بنكجية في مباراة كما هكا معناتها يجبك تكون عندك اقوى من بوجرة واقوى من الوهابي ولا عندك لاعبين حاذرين في النهار ذاك وحاذرين على الاقل نجموا ينفذوا الخطة متاع طارق ثابت وهذاك هو شنو اللي سار وثم ثم حاجة صحيحة راهو ثم حاجة صحيحة في اللي قالها مكرم واحد بشي مش بثنين بشي صحيح انا التراجي الرياضي الابريل يشوزوا معه بارتير بان سانك ترنتين منوت و لكن واحد بشي واحد بشي ما زال ما زال ميتان لعب كانت نجم التراجي تربح ثلاثة هذاك كانت نجم التراجي تربح ثلاثة هذاك الوهة ما نتوى لاني في الشق هدايا لاني في الشق هداك لكن على البلان فوتباليستيك على ثمانية سنين ما شفناش ببارتك عانا زادا نقاط استفهام كبيرة في الكورة التونسية يقول لك اين هم حراس المرمى حراس المرمى حراس المرمى مش الخدمة متاع الفرق لكن الخدمة الواسخة متاع ما معناتها الجامعة التونسية ليكورت القدم ومتاع المنظومة ومتاع المدربين الوطنيين قالوا في الاخر بكل خلونا راه ما ثم حراس مرمى في تونس إلا دحمان وإلا بن سعيد وإلا بتاع النادي الافريقي أي شفنا نحنا أنه ثم حراس مرمى أخرين وثم حتى حراس مرمى أخرين في فرق أخرى بالسنوات الأخيرة هذية تشوف المنظومة هذية المنظومة هذية الضرر اللي أحدثت ريكورت القدمة التونسية نمشيو 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 كل السلطة كل السلطة وقت نتكلم نتكلم على كل السلطة راي الكورة متاعنا بدأت تتعافى راهم يلزمكم التعاود وتحلوا معناتها الملاعب والمدارج للجماهير والجماهير متاع الجماعيات الأخرين أنا كلموني من باردو تعرف قفصة جات كورتونية في باردو ومئة وثلاثين واحد جاءوا من قفصة فرحوا بيهم أعطوهم الماء أعطوهم الجزوس أعطوهم مون قطو في المقابل مشاو 18 واحد من الملعب التونسي لا لا جزت نكملوا مشاو القفصة دخلوا خرجوهم عاملين ألف كيلومتر قلت السلطة يلزم تلتقط تلتقط لمماء هذوما اللي هما مهمين برشا كان نحبوا نصلحوا كورت قدم تاعنا وترجع لذا يلزمنا نلتقطوا الأشياء بش نرجع بش نجيك عربي ش نعطيك مكرم اللقين بش نعطيك توضيح وصلني من ناطق الرسمي للترجل التونسي ش نجاوبك تسمعني ش قال يقول لك عيب مكرم اللي قلته عيب بش تجبل سيد حمدي المدى في مسائل كيبه هذي يقول كنت تومور واحد منتوما ضيعتوا الفرص يقول لك المنظومة اللي تشكي عليها عمناول هي اللي حرمت الترجل من تتوج بالبطولة ودزت مع الناج من رياضي ساحلي خنكمل الكلامي اللي قل كنتي كما خد يقول لك فما ضربة جزائف دقيقة ثمانية وسبعين عفوا فما ورقة حمرة دقيقة ثمانية وسبعين كانت تكون زادة اللي سالح الترجل في الوقت ذاكا يقول لك بالحق فجأتنا بالكلام اللي تقول فيه لأنه كلنا نقبل منك من حق بش دفع لجمعيتك احنا يقول لك نحترمه السيدة ثمانية جناية عيب تحديدا تابت نيفو سيد حمدي المدب اللي حكم بش يزفر مباراة هدا يكلم وليد غرفيلة يقول لك عملت الشو اللي تحبونت تھاه لايبين محليين يعني محليين owany اواع معخض probability محليين شوف شوف انتي تعرف اين عرقش تقول وش تقصص وين عرقش ماعبين محاليين يا مثلا اني وضح لك حاجة لا يزي ما تعالش تكلم شو انت على اشتفهم عارب هاي انتي بتعرف شتكلم تأتي جايبها هيك هيك اسمعنا هيك في هيكة تلوح الكلمة سيب كهبيانة سيب كهبيانة انتي قلت تتكلم بسم والمانش تتكلم باسم واليد جرفالة هذا ميساج بعطي واليد جرفالة من حق والناتق الرسمي للترج انت حابه كون اكثر جاري معاك قلت وتفضلت الدخل قال لي ما نحبش نطايع قدري واضح طايع قدري واني يا سدي اعام مش نطايع قدري ومش نجاوب واني لا تقوت لي ما قاله شعيب هو انا حطاني ما نحبش مش نطايع قدري واني جاوب تفهم نشي هو محبه ما جاوب بش نتعرف قال لي انا انا مش بتش حمدي مدب بلعيب اذي حاجة اكبرت من شأنه واني قلت حمدي مدب اللي هو رئيس الجمعية ما يزفرهش يعني حمدي مدب يترفع علي عمه الحكم ما جبتش تاراجب عيم ثاني حاجة كي هو بده يتمقر على اللاعبين نجب الساحلي قلتوا يا فردريب ما اللاعبين محليين تاراجب عندها خمسة مخترفين يا وجبتش تاراجب لك جاكم بي اسمعوا وارجع للفار كما يقول انتي رجعت بالتوالي رايي كراوي رايي كراوي فما فرق فما فرق فما فرق فما ملاعبية محترفين في تاراجي فما فرق ما يقوله اللي تحبه والاخر يقولك تايح قدري خليتكلم عاديني صاحبي خليتكلم يرجع ليه وشنا عملنا مذيوف اللي عندي لا لا انتي غلط لا لا غلط ارجعت وتفرج على الراحة وبتاقة راحة غلط واللي كنت وراني صحيح انتهى الموضوع انتهى الموضوع انتهى الموضوع شنزيد ان انا الترجي غاضبة على النتيجة هذية قانت تقول يعني اسنين بلايش موجيك يقول هو عمناول منظومة اعطتنا بطولة المنظومة اعطتكم اشتر البطولات انتم واضحة واضح عارب وطولس كل بتعرف الشي هذا يا مكرم تفيع احترام لا خاتت طيح لقدر برشة خي دزت معا مشوية المنظومة خي دزت معا مشوية المنظومة خي دزت معا وديع الجارية يزو على اليوسهم عمناو 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 الاسم وعمناو الوديع الجارية عمناو استقبل في صوصة النجمة هذي ساحلي يحبي طيح طيح المستوى طيح عمام المستوى حبي يطلع المستوى يطلع المستوى نحترموا عنا ذيوب نحترموا الناس كلنا نحترموا مقاماتي ونحترموا ميزة تقولي المنظومة دزت معاك معتاتكم معتاتكم وقتل معتاتنا ايه نحن يا مكرم شنوها مكلم تاو نحترموا الناس لا عربيان بشكل ما ننقصه ما ننقصه نحترموا الناس لا تتكلموا الناس لا تتكلموا الناس وباش كل واحد يعمل الناس لا 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 نحترموا كورتنا مريضة احسن كل ما قال اسامي العكريمي مباراة الترجي والإطوال اكدت اللي كورتنا بدأت تتعاف حاجة تفرحنا دايه تناجي جويني اه حماس كبير فما في هال بلطوة ذا انا نتمنى يكون الحماس ذا ما يخرش خرج على نتاقه وما يوصلش للجماعية العريضة اللي ممكن بعد تقول لي يقول لك سي العربي قال وسي ماكرم قال كان نرجع للتحكيم للحكم بصراحة هو الموضوع الكل على قرار واحد من الحكم البنالتي انتو ما شفتوا تمركز الحكم ولا لا قبل ما قول ماكرم افكتو ميري سبيل انا محايت نحب الترجي نحب النجم السيح نحب الفرق الكل تشوف الحالة هذه ماش الحالة السهلة اللي يقدر حكم مغير فار ياخد فيه قرار نيعي موش سهل اخذه قرار شيف كونتاكت موش سهل انا متأكد لي الكل مشاهدين كذلك وانتو الثالث والرابع لازم مع تريقا هذا الثالث والرابع مش تقدر تكلم وتقول فما قدم اللاعب هي ذي مشيت من المدافع موش من الولا الولا موش من الولا موش من الولا اذا الحكم هذي مش مصلحتو كذلك بش يخفق في دارت مبارتو حكم هذي تحت مجر الكعف حكم من المحكام المنتزيني في مصر على مستوى الفريقي يجيب البنالتي في ساكو صيبة شوية مكرم موش ممكن نفكر هكا حكم في خطأ تقديري وينتعي الموضوع وما تمش فار ونتمناه ونتمناه وماذا المشكل السيناجي سمعني الفار هو كأن الكهف قاعدة تفزد في البطولة متاعها رغم من القيمة المادية كبيرة وقاعدة تصرف عليش ما هتعملش الفار في المجموعات وكان جاي موجود الفار يلغي البنالتي يلغي سبت داكية ويعطي بركة حمرة والمشكل التوى الموجود الحكم المصيري عنده فار في بلاده ما أنت تسعين في المئة متاع مبارايته في الموسم يحكم بالفار ثم تقريبا العادات وليت عند الحكام اللي عندهم فار مش يعملوا شوية على الحكم الفار تصحيح الوضع إذن ما أعتقدش كان هي نهاية هلكل يعلمش من نهاية العالم ومباراة جاية إن شاء الله برشا ما استجاد جوني بصراحة ناس غازبين برشا من الكلام المكرم اللقام ما هومش أحباء تهرجي فما حتى من أحباء الملعب التونسي يقول كمرا بلو بلاتو يتفرج فيه الشعب التونسي كل روعيب باش نتيحوا للمستوى ذاية متاع الاستفزاس وانا نضم صوتي لصوته معيب يزمنا نحترموا الناس بفاما حتى الجمعية فوقراس هيريشة ما يتمش انتقادها في البلاتو ذاية مهما كان اسم لكن تصفية الحسابات والبطولات والعنطاريات مذهبية ما تصيرش في البلاتو هداية دوريانا فون والرسالة إن شاء الله ورصة المكرم اللقام وللعربي السناجرية باش نبدو واضحين دعونا نخرجوا بفاصل شارك ونبعد نرجو نحكيوا على مباراة النادي لفريقي